المدينة قبح الله حماقتك وغفلتك ألم أمرك المرة بعد المرة أن تسأل عن الشيء إذا جهلته نعم يا سيدي ولما لم تسألني الآن لأني لا أحب أن أثقل عليك بالسؤال فأكون عندك ثقيلا بغيضا فقال السيد ولم يملك أن ضحك تعجوا من ذلك الاعتذار المدهش شفاك الله أراك قد فطنت وأنت أغبى الأغبياء اسمع مني اذهب إلى مكتب البريد واسأل هل ورد هناك رسالة لي نعم يا سيدي وانصرف حتى بلغ كاتب البريد وكان هذا الكاتب يقيم في دكان يزاول فيه فوق أعماله المصلحية الاتجارة بأصناف البقالة والخردوات والأقمشة تقدم البطل أندي إلى كاتب البريد في دكانه وقال بكل بساطة أعطيني رسالة من فضلك قال الرجل لمن تريد الرسالة فغضب صاحبنا أندي من هذا السؤال واعتده تطفولا وفضولا مستنكرا وذهجما على قداسة أسرار الحياة الخاصة فأظهر استنكاره واحتقاره بإهمال سؤال الرجل حتى لكأنه لم يسمعه فقال مكررا سؤاله أعطيني رسالة من فضلك فأعاد الرجل سؤاله السابق قال لمن تريد الرسالة قال أندي ما هذا التدخل فيما لا يعنيك؟ فضحك كاتب البريد من سذاجة الفتى وأفهمه أنه لن يستطيع معرفة ما ينبغي أن يقدم إليه من الرسائل إلا إذا أعطاه تعليمات باسم صاحبها وعنوانه قال أندي أما وقد سألتني عن التعليمات الصادرة إليه هو أني أجيء إلى هنا فأخذ منك رسالة هذه هي كل التعليمات لا أكثر ولا أقل ومن أعطاك هذه التعليمات؟ سيدي ومن هو سيدك؟ وماذا يهمك من ذلك؟ يا شيخ المغفلين ويا أبلد البلداء كيف أستطيع إعطاءك رسالة دون أن تخبرني اسم سيدك؟ قال أندي ذلك خارج عن الموضوع أما إعطاؤك الرسالة فموقوف على مشيئتك إن شئت أعطيت وإن شئت أبيت ولكني أراك ملعا بكثرة الأسئلة الباردة لما قد جبلت عليه من الوقاحة والفضول؟ قبح الله غفلتك وبلهك أراك حمارا ومن أرسلك أشد حمارية قال أندي لا قبح الله غيرك يا أقح الوقاحاء أمثل سيد الوجيه الأمثل إيجان يقال له حمار يا مجرم؟ قال الرجل الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات غباوتك إلى ضياء الحقيقة البلجاء وكذلك أنت خادم السيد النبي لإيجان؟ أفي ذلك شك؟ نعم لأني لا أعرفك ولم أرك قبل الساعة قال أندي ولن تراني بعد الساعة إن تركت ومشيئتي لا أراني إلا وجهك أبدا قال الرجل لن أعطيك أي رسالة لسيدك إلا إذا صح عندي أنك خادمه أليس في المدينة من يعرفك؟ كثير جدا أتحسب الناس كلهم جهالا مثلك؟ في هذه اللحظة دخل رجل كان يعرف الخادم أندي وتطوع بضمانته لدى كاتب البريد ثم سأل عن رسائل فأجابه كاتب البريد أجل يا سيدي عندي لك هذه الرسالة وقدم إليه ظرفا فتناوله الرجل وقدم أربعة بنسات أجرة البريد وانصرف وقال كاتب البريد يخاطب أندي هاك رسالة لسيدك فادفع إلي أحد عشر بنسا أجرة البريد قال أندي أحد عشر بنسا يلص ألم أرك الآن تأخذ أربعة بنسات من ذلك الرجل على رسالة ضخمة تربو على ضعف هذه الرسالة حجما وتريدني الآن أن أدفع أحد عشر بنسا على هذه الورقة الحقيرة؟ أتظنني أبله؟ كلا لست أظنك أبله بل أعلم يقينا وأقسم بالإنجيل أنك أبله أعتقد ما تشاء وقسم بما تشاء ولكن لا تؤخرني هاك أربعة بنسات ثمن رسالة فأعطنيها ودعني قال رجل اذهب في سبيلك يلص وأعاد الرجل رسالة إلى موضعها وانصرف عن بطلنا أندي إلى امرأة تطلب مصيادة فئران وجاء آخرون يبغون أصنافا شتى من السلع وبينما كان كاتب البريد يقضي لكل حاجته كان صاحبنا أندي يتمشى في الدكان جيئة وذهابا ويخاطب الرجل من آن لآن بمثل هذه الألفاظ اسمع أربعة بنسات هات الرسالة وخذ المبلغ لا تطمع في أي تزيادة الأربعة بنسات خير لك من ألف رسالة لا تسمن ولا تغني من جوع لو كنت تعقل ولكنك لا تعقل ما أنشف رأسك ألست معطيني الرسالة؟ انضغها يا أبله بلها واشرب ماءها وبعد ساعة قضاها في هذا الهذيان انطلق عائدا إلى سيده في هذه الأثناء كان السيد يتململ من مضض الانتظار على أحر من الجمر ولما ظهر أمامه أندي قال هل وجدت هناك رسالة لي؟ قال أندي أجل يا سيدي قال هاتها ليست معي ماذا تعني؟ لم يشأ أن يسلمها إلي من هو الذي لم يشأ أن يسلمها إليك؟ ذلك الغشاش المجرم اللص الذي أبى إلا أن يأخذ فيها ثلاثة أمثال السعر الجاري ربما كانت رسالة مزدوجة لما لم تعطيهما طلب؟ كلا يا سيدي إنها ليست مزدوجة هي دون نصف حجم الرسالة التي أخذها أمام عيني صديق المستر دارفي بأربعة بنسات فقط أراك لن تكف عن سخافتك هذه؟ أو أحطم رأسك يا أحمق؟ ارجع إلى الرجل فهات الرسالة وادفع إليه كل ما يطلب قال أندي عجبا لك يا سيدي أتشجع الرجل على نهبنا وسلبنا؟ لقد رأيته بعيني رأسي يبيعها بسعر أربعة بنسات الواحدة أرجع إليه يا شقي أو لا أقطع عن بطول الصيات على ظهرك ولئن تجاوزت الساعة لألقيانك في اليم بلغ أندي دكان الرجل وهو مشغول بالكثيرين من ذوي الحاجات وقال له لقد جئت من أجل تلك الرسالة قال الرجل انتظر قليلا قال أندي سيدي على عجل فلينتظر سيدك حتى تذهب عجلته لقد أقسم ليذبحني إن أبطأت ذلك مما يسرني وبينما كان كاتب البريد مشغول بزبائنه انتقى بطلنا أندي بعينه الثاقبة ثلاث رسائل من أطخم الموجود على المكتب ثم اختلسها بمهارة فائقة وأخفاها في جيبه وانتظر حتى فرغ إليه الرجل وأعطاه الرسالة المطلوبة وذهب إلى سيده يتهلل وجهه بشرا وتبرق أسرته سرورا وعليه سيماء الظافر المنتصر على خصمه وعجب سيده لما رأاه يتقدم إليه على هذه الحالة الخفية الأسباب من الفرح والطرب وأخرج أندي من جيبه أربعة رسائل ورفعها فوق رأسه وصاح انظر أربع رسائل ثم وضعها على المائدة بصكة شديدة من يده وقال أتحسب أن في هذا العالم بأسره من يستطيع أن يخدع خادمك أندي مهما بلغ من مكره ودهائه لقد أخذ منا أحد عشر بنسا ولكني أخذت منه ما يساوي ضعف هذا المبلغ برأيكم هل في زمننا هذا في مثل إخلاص أندي؟ وإلى اللقاء مع قصة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة